موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم وخباركم اليوم سأعلمكم كيف أنكم تصنعوا الشكل اللابتوب بشكل مبسط عن طريق 3D Max فأولا سأدخل هنا في Extended Perimative Transfer Box وبعدين أختار القياس اللي أنا أريده الارتباع ما رح أخليه ارتباع كثير و أخليه شوية الحواف ما لا تكون نعمة شوية عندنا نضغط W Shift أضغط Shift مع X هنا أضغط على X نفس شيء أو ما أخفض في الكيبورد الكيبورد بس Shift بالماؤس أضغط على X وأسحبه هنا Copy أوكي بعدين أضغط E على الكيبورد هنا على أساس أنه يكون أسهل عليه أعرف وين أني أبدل وهذا يعني قبل ما أضغط هنا رح يظهر لي الألوان هنا X اللي هو باللون الأحمر على الحين مستوي صفر حتى بتشوفوا الرقم اللي موجود في الأكس تحت هذا الرقم تغير الرقم الثاني ما تبدل رح أردع وراء هنا رح أكتب 90 على أساس أنه يكون على نفس القياس رح أضغط هنا W وأسحب هذا الحين رح أضبطه بحيث يكون بنفس المستوى لو تلاحظوا أنتوا الحين في الأكس أو في اليسار شاشة من اليسار رح تلاحظوا أنه هذا فوق هذا تحت هذا تحت الخط معناته رح يكون مثل تحت الأرض تقريبا فأنا رح أرفعه فوق لأنه هو مثل في المتاء الرياضيات إنه يكون ناقص تحت ناقص وفوق اللي هو الزائد فرح أرفعه وأضبطه أوكي خلاص رفعته وضبطته مثل وضغط بعدين رح أختار على هذا إلى Guess Right叫 Convert to A vegetable قعدين أنا لأن أبغى أن يظهر شاشة للابتوب أ بالقدام اللي هو شاشة الديسكتو ومن وراء اللي هو هذا هنا هنا يظهر لون اللابتوب في ايش راح اصويه هنا بالأدتة بالبوليس اول شي راح ادخل في الماتيريا الأدتة واجهز الالوان هنا standard architectural انا الرندر اللي كاسه استخدمه اللي هو scan light لو تريد تعرف عن الرندر اعتقد ان انا كنت سويت قبل كذاك انو في ثلاثة الرندر تقريبا ثلاثة او اربعة هذا scan light وفيه mental ray كل واحد الى مميزاته لكن انا في هذا راح استخدم الحين scan light وممكن في المنتر راح يكون اكثر انواع متنوعة يعني بس انا ابغى بس scan light يكفيني انا فهنا بعد ما اخترت الarchitectural هنا ادخل paint gloss واختار ابغى يكون لون اسود اشيلا واسحبه بعدين اضغط polygon اضغط هنا ال polygon اش خاصيته الحين هنا راح يصير انو على اساس افرق الشاشة من الخلفية يعني الحين بتشوفوا انو كامل هنا راح اصوي show على اساس يظهر لكم الشاشة والخلفية المخلفية اللابتوب كلها نفس اللون انا ما ابغى انا ابغى انو يظهر كأنو اللابتوب شغال فهنا اضغط هذا قداب بال polygon وبعدين وبعدين اسألي على ال y اضغط شوية انو يرجع ورا اوكي بعدين اضغط هنا slot ثاني فاضي اضغط هنا قريب من ال diffuse في مربع صغير بت map لانو انا راح اطلع على الصورة اضغط هنا desktop 3d windows desktop اشيلا وحطه هنا وحين نشوف انو اطلع صحيح مثل ما انا بغيته او لا انا راح ادخل في ال render وادأكد ايوه فعلا اطلع مثل ما انا بغيت ونفس الشي راح اصوي حق الكيبورد هنا راح احط material من الكيبورد هو نفس الشي صورة انا طلعته من النص bitmap هذا الكيبورد فنفس الطريقة على اساس انو اسكر ال editable poly او اني انتقل للشكل ثاني كباك انا ما اخدر انتقل لازم اني ادخل في ال create واضغط على الشكل الثاني هنا راح اضغط مرة ثانية right click compare to editable poly هذا ال poly لا اول شي قبل اضغط create هنا اخد نفس الخلفية من لابتوب الشاشة على اساس انو يكون نفس اللون يعني اظهر بعد ما اضغط هنا ادخل modify polygon اضغط عليه شل هذا حطه هنا الحين هذا ظاهر لان انا حطيت الخلفية اسود فممكن ابدل يعني هذا اسود اللابتوب اسود خلفية اسود ثم راح تظهر لي الشكل المطلوب فانا راح ادخل هنا rendering environment color خليلون ابيض اوكي اوكي وهذا هو شكل اللابتوب وما مضبوط يعني المثيرين ما مضبوط لكن ممكنكم اضبطوه لو قلست عليه انا بس على اساس اراويكم هذا هو بشكل اللابتوب كذاك يظهر فهذا بس كان درس بشكل مبسط عن اللابتوب كيف انكم تسووا مدل اللابتوب بشكل سريع وشكرا وشكرا اشتركوا في القناة